اشتركوا في القناة وكذا أن الأرصاد يمكنها أن تتوقع تساقط الأمطار قبلها بعشرة أيام فقط إلى ذلك اتفق الأعضاء على عدة مقترحات وتوصيات أهمها التوافق على تحويل مركز الرفاع الشرقي الصحي إلى مستشفى للولادة والموافقة بالإجماع على السملاك عقار في منطقة البحير لإنشاء حديقة متكاملة لأهالي المنطقة والسملاك منزلين لإنشاء مواقف سيارات والموافقة على مساهمة شركات القطاع الخاص وإنشاء مرافق ترفيهية واجتماعية عامة في لحنينية وتوافق الأعضاء على توصية اللجنة القانونية والمالية بشأن لائحة تنظيم الخيام الرمضانية الخاصة بالأفراد